اشتركوا في القناة وكان وقت جدا جميل استمتعت فيه صراحة هالسنة هي الزكرة السنوية الـ 41 للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كوريا واحتفالا بهالشي Korean Creative Content Agency رح تطلق ألعاب كوريا لأول مرة بالسوق الإماراتي كوريا معروفة بألعاب جدا ضخمة ومشهورة نفس لعبة The Seven Deadly Sense وغيرها كتير من ألعاب فاليوم أريد أن أركز على لعبة معينة شكلها جدا رهيب اللي هي لعبة King of Darkness أرض الخيانة رح تنزل بشهر أربعة شهر أبريل ورح تكون بمرحلة البيتا ورح تنزل بالإمارات العربية المتحدة شوفوا معاي إعلان بسيط عن اللعبة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظام اللعبة هو هاردكور ستراتيجي وحداث اللعبة رح تكون بمملكة خيالية ومخيفة بنفس الوقت وانت رح تلعب بالملك ورح يكون عندك أبطالك المخلصين وكل بطل عنده الخصائص الخاصة فيه استعمال هالأبطال رح تقاتل وحوش بمعارك جدا جميلة الفايت بين الأبطال والوحوش رح تكون جدا ممتعة طيب الحين عرفتوا شي بسيط عن نظام اللعبة والقصة خلنا حاليا نتكلم عن الجيم بلاي بالتفصيل مع المولتي بلاير لعبة فيها PVP وPVE يعني تلعب ضد لعبين ثانين أو تلعب مع لعبين ضد الكمبيوتر مثل ما قلت لكم فيه أكتر من هيرو فيه أكتر من شخصية كل شخصية عنده الخصائص الخاصة فيها وفيه فوق الخمسين ماجيكال ستون أو الأحجار السحرية يلي فينك تضيف على الشخصيات وبيخليها مميزة عن غير كل هجوم بتسوي باللعبة سواء على لعبين ثانين أو على اللحوش الموجودة باللعبة إذا فست عليهم راح تاخد منهم رير آيتم أشياء جدا نادرة بتساعدك تطور من شخصيتك أكتر وأكتر البي في بي باللعبة ما هو فقط عن إنك تهجم على ناس ثانين لا فينك تعمل تحالف مع ناس ثانين إنت عم تطور مملكتك وفينك تروح تتحالف مع ناس ثانين يعطوك موارد وبهالموارد تستعملها لتطور مملكتك أكتر وأكتر وبعدين فينك تخونهم أو فينك تتحالف معاهم وتهجم على ناس ثانين هو الشيء الأساسي أو الشيء المهم باللعبة فينك تجمع موارد عشان تطور مملكتك أكتر وأكتر كل ما تطور مملكتك أكتر باللعبة فينك تعزز نظامها الاقتصادي فينك تعزز نظام الدفاع وأشياء كتير موجودة بهاللعبة ما هي فقط هجوم ودفاع فيه كتير أشياء فينك تطورها بمملكتك تخليها أكبر وأكبر هاي هي اللعبة بكل بساطة هذا كان استعراض جدا بسيط مثل ما قلت لكم اللعبة أعمق من هيك بكتير أتمنى تخبروني حل أعجبتكم اللعبة شو أرائكم فيها اللعبة رح تنزل بشكل رسمي بتاريخ 12 أبريل بس لو ودك تلعب اللعبة قبل الناس فاروع لهالموقع شافق قدامك حاليا وسجل فيه ورح تصحلك الفرصة تلعب اللعبة قبل النزول مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو اطلاق هاللعبة هو بسبب الذكرة السنوية الـ 41 للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكوريا وفيه احتفال ثاني اللي هو المهرجان الإماراتي الكوري ورح يكون بتاريخ 2 أبريل أو 2 أربعة ورح يكون جدا رهيب فلا تضعوا عليكم ويلا نشوفكم هناك مع السلامة